اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بما ان القمر موجود في برج الثور معناته بالفترة هاي جميع الابراج نشعر بالحذر اكثر ومن ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن الاهتمام بمسائل الى علاقة بالعقارات زي شراء او استئجار او بيع عقار ولكن نتفقد بنود العقود بشكل جيد برضو هاي فترة جيدة لقضاء وقت ممتع بالبيت او مع العائلة او حتى مشاهدة التلفاز مثلا بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة اللي هي زاوية التربيع السلبية بين الزهرة وبين المريخ وهاي طبعا تاثيراتها من اليوم 14.9 وحتى يوم 19.9 ذروتها يوم 16.9 الساعة 6.48 دقيقة مساء هاي زاوية بتجعل التفاهم مع من حولنا صعب واكثر المتضررين هم المتزوجون لانها بتخلق لهم مشاكل عاطفية الها توابع سلبية وبتدل على ازدياد اعمال العنف والعدوان خصوصا ضد النساء وزيادة حوادث الاغتصاب والفضائح الجنسية والخيان الزوجية وبعاني الفنانون والمطرفون من عدة صعوبات في تسويق اعمالهم الفنية في هذه الفترة وهي فترة غير مناسبة للاستثمارات المالية او المضاربات المالية بالبورصة والاسهم يعني اعتارد لحاله بمنع هذا الشيء والان هذا الشيء رح يزيد الامور تعقيدا برضو هاي فترة غير مناسبة لطرح المنتوجات او منتوجات جديدة للأسواق وخصوصا اللي إلها علاقة بالفن والتجميل اما بالنسبة للزاوية التي تليها واللي ذكرناها يوم امس هي زاوية التقابل السلبية بين الشمس وبين نبتون وحكينا انه هاي تأثيراتها لغاية يوم عشرين تسعة ذروتها يوم ستعاش تسعة برضو الساعة عشر وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتجعل البعض يعيش فيه اوهام من نسج خياله بعيد عن الواقع بتخلي حساسيتنا عالية ما نعتمد على الحدث ما نعتمد على الاحساس والشعور الاحلام ما ناخد فيها نهائيا بالفترة هاي حتى لو حسيت انها رؤية فهي بيكون فيها بعض اللبس فعشان هيك في هاي الفترة ما في تفسير للأحلام هاي الزاوية بدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في الحكومة ومشاكل في القطاع البحري وربما غرق بعض السفن او البواخر او ايشي له علاقة بالمياه والحدود المائية والامور اللي لها علاقة بهذه الامور وبيزداد نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة او التعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات والطفونات وربما يكون هناك تسرب غاز او ايشي له علاقة بالغاز والسوائل ممكن برضو يصير في زي حوادث تسمم جماعي او ارتفاع اسعار النفط بشكل سريع ومع برضو عطارد والزهرة فبصير تقلبات في الاسعار اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث الايجابية اللي بين الشمس وبين اورانوس وهاي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 15-9 يعني ضايل يوم لالها بتعزز قدراتنا الادارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا وكمان هاي الزاوية بتعزز من قوة الحدث لدينا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية المنفصلة ما بين زحل وما بين اورانوس وحكينا ان هاي تأثيراتها لغاية يوم 16-11 منصبح من دفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات او ازمات مفاجئة في الحكومة واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبالدل كذلك على الضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة اما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل مع القمر فعنا زاويتين الزاوية الاولى هي زاوية التثليث ايجابية ما بين القمر وما بين الزهرة وهاي الساعة 8.41 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي زاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعال العاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين اورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة 10.33 دقيقة مساءا بتوقيت جرينج وهي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية اليوم عندنا العنق، الحنجرة، الحبال الصوتية، الغد الدرقية، اللوزتين، تفاحة آدم هاي الاعضاء اكثر حساسية لازم نوفرلها العناية الاضافية بالنسبة لهذا اليوم يوصى باجراء العمليات الجراحية ما فيه اي مشاكل لهاي الامور طبعا بما انه الزهرة داخلي في طور زوايا سلبية فمنقول انه يعني ما بننصح بعمليات التجميل ولكن ممكن اشي العلاقة بتنظيف بشرة زالة شعر زائد الامور اللي الها علاقة بالفلر او البوتوكس او الامور هاي جائزة ولكن جراحة ما برجح في الاوقات هاي يصلح هذا اليوم برضو لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الثورق لو المسار القادم بيبدأ يوم الخميس يوم خمسة عشر تسعة في تمام ساعة اتناش وثمانية وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينهج وبيستمر حتى تمام ساعة ثمانية وخمستاشر دقيقة مساء لا يستقر القمر بعدها في برج الجوزاء اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدة بعمر ثمنتعشر يوم في تمام ساعة خمسة وسبعة وخمسين دقيقة بعد العصر بيصبح تسعة عشر يوم نسبة الإضاءة ثمانين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة طبعا هي سعيدة بعكس التوقعات اللي هي من المفروض انه تكون منتحسة ولكن اليوم رح تصير سعيدة بنسبة ثلاثين في المية رغم الزوايا السلبية لانه الشمس بطبيعتها اليوم رح تشكل زاوية تثليث او مثلث ما بينها وبين اورانوس وما بين اورانوس وما بين بلوتو وما بين بلوتو وما بين الشمس يعني هذا اسمه مثلث حدود فعشان هيك بدل النحوسة من المقابلة مع نبتون اعطى طاقة لا ترتفع نسبة الحدود لثلاثين في المية اما بالنسبة للقمر في الثور حتى يوم خمسة عشر تسعة الان هو سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة عشرة في المية في ساعات الظهر ترتفع شوي بترجع لخمسة وعشرين في المية في ساعات المساء المتأخر بتنزل نسبة السعادة لعشرة في المية عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة منتحس بنسبة عشرة في المية الزهرة في العذراء حتى يوم تسعة وعشرين تسعة منتحس بنسبة عشرة في المية الآن في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة خمسة عشرة في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثين عشرة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين عشرة منتحس بنسبة خمسة عشرة في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشر منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثاور بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% أما نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً هذا يوم ممتاز جداً وبيحمل فرص مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعياً ومهنياً وعاطفياً لأنها بتساعدك بهاي الأمور أهم مش أنك اليوم ما تضيع الفرصة عليك وضف طاقتك الذهنية البناءة لا وضع حد للتساؤلات والالتباسات وحاول أنك تناقش بوضوح الأجواء جيدة على المستوى المالي وممكن تجيك من عمل إضافي أو مستردات، هبات، دعم يعني بأي طريقة من هذه الطرق برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعاً ثقتكم بأنفسكم كبير اليوم وبعمكم النشاط طاقة عالية جداً بما أن القمر صار موجود عندكم بتقدروا تبدروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي الحضوض قوية والنتائج حاسمة ما بيستطيع أحد منافستكم حاول أنك تطوي صفحة من الماضي اليوم رح ترتفع المعنويات مجدداً وبتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض حالي وتعتبر هذه الفترة من أفضل أيام الشهر لدرجة أنه حتى على المستوى العاطفي بتكون ممتازة ورح تكون ملفت للانتباه للجنس الآخر بشكل جيد برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء طبعاً ما زال التعب مسيطر عليكم لغاية مساء يوم الغد وبظل يعني اليومين هدولا بيتطلبوا منك عدم المبالغة في جهدك الجسماني لأنه القمر صار موجود في بيت المتاعب في الثور وعادة لما بوصل لبيت المتاعب لأي برج بتعبه لمدة يومين وربع فأنت الآن وصل لبيت متاعبك فبدك تنتبه حاول أنك تنجز ما بوسعك من عمل متراكم دون إهمال صحتك بتشعر أنه الهدوء هيك بسود على الجو في ملل بتراوح أعمالك مكانها بتخيب أمالك لسبب أو لآخر ممكن شخص بيوعدك بشيء وما بيوفي فيه أهمش أنك ما توقع على عقد ما تحسم أمر في هاي الأمرة في هاي الفترة لأنها فترة فارغة من الطاقة والحظ فما تراهن عليها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم تسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم حاول أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه وحاول أنك تكثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر ورح تفرح اليوم بانتصار مهني أو اجتماعي ولكن لأنه القمر باتجاه بيت المتاعب حاول قدر الإمكان تضبط عصابك ما تفرض سلطتك على أصدقائك وبرضو ما تتحسس من تصرفاتهم على أساس هيك حاول أنك تستغل برضو اليوم علاقاتك الاجتماعية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وتعزيز علاقتهم مع المسؤولين بتكون فترة ممتازلة إلها بتحمل هاي الفترة بما إنه هذا بيت السمعة بعد الضغوط وهاي الضغوط بتكون على عدة أصعدي بتكون أيام متوترة إلها علاقة بالسمعة إلها علاقة بضغط العمل إلها علاقة زاوية تربيع علاقتك مع المسؤولين مع أشخاص بالمستوى الاجتماعي ممكن يصير بعض سوء التفاهم اليوم تنتظرك مواجهة أو ارتباط مهم بيسبب لك نوع من أنواع التوتر فعشان هيك بدك تحاذر العناد والمشاعر السلبية برج العذرة بالنسبة لما أوليد برج العذرة طبعا اليوم الأجواء جيدة وطاقات عالية جدا اليوم علاقتكم مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد أو علاقتكم على مستوى سفر وأوراق قانونية ومعاملات وممكن اليوم نصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور العلاقة بالسفر أو أوراق السفر أو العلاقات أو الاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بتطمئن خواطرك هاي الفترة وممكن ترغب بخوط تجربة جديدة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما تعتبر هاي الفترة من أجمل أيام الشهر فعشان هيك بدك تستغلها بكل طاقتك وعلاقاتك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بيحمل لك فرص إلها علاقة بالمكاسب المالية اللي إلها صلة بشراكة أو تعويض يعني الأموال اللي بكون معك شريك فيها يعني بنك ضريبة تأمين ميراث تسوية أمور زي هيك هاي كلها ممكن تجيك فرص مالية من خلالها أو حتى من مال الزوج نفسه أو الزوجة ولكن بدك تنتبه أن صحتك أو صحت قريب لإلك بتكون بحاجة للرعاية وهاي فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد أهمش أنك ما تغامر بموقعك وحاذب النزاعات والتذمر والتمرد وحاول أنك تقوم بواجباتك بشكل تام واليوم لا تكفى الحد ولا تضمن حد ولا تداين حد فلوس هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعك وتعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية ولكن بدك تنتبه لأن القمر الآن في مراحل المقابلة يعني موجود في برج الثورة يعني مقابلك تماما فبدك تحافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك لأن طاقتك الضعيفة بتكون الضغوط كثيرة وبتكون أنت حساسة زيادة عن اللزوم فحاذر من تأزيم أي خلافات وحاول أنه يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم يعني بمعنى آخر اليوم مين ما حاول يستفزك اضبط أعصابك واكضم غيظك وابعد عن المشاكل لأنك أنت الحلقة الأضعف برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل أنتوا عندكم قدرة عالية جداً على إنجاز حصة الأسد منه وبتقدروا تنظموا جدوى الغذائكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة من وقت لآخر بتلاحقك اليوم اتصالات وبتكثر عندك المسؤوليات وخصوصاً العائلية والمهنية والصحية بتقدر اليوم تنظم وقتك وحاول أنك ما تتأخر ممكن تهتم بانشغالات مالية أو تساؤلات حول قدرتك على التحمل أهم شيء أنك ما تشكب نفسك صحيح أنه في بعض الانشغالات اللي إلها علاقة بالعمل أو بالصحة ولكن إذا ركزت بشكل جيد رح تتممها برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي بترغبوا اليوم بطاقة عالية جداً في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم العاطف الجياشي لا تقرب من الأحبة أو الأبناء أو الوالدين وبوسعكم ممارسة نشاط فني أهم شيء أنكم ما تبلغوا في تجربة حظكم المالي أنتوا اليوم على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي أهم شيء أنكم تتجنبوا الانتقادات وتسعوا لتلطيف الأجواء بتستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول إتمام العقود والصفقات التجارية لأنه اليوم هذا يعتبر يوم مميز ولكن بالنسبة للعقود والصفقات التجارية حاول أنك تتفقد بنود العقود بشكل جيد عشان ما تنسى تراجعوا طارد برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية وبرضو اليوم حاول أنك تخصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة لأنه البيت موجود يعني القمر موجود في البيت الرابع اللي له علاقة بالبيت والعائلة فعشان هيك الإهتمامات كلها رح تكون على هذا المستوى صحيح أنه برضو هاي زاوية تربيع مع برجك فالجو بيكون ضاغط شوي عندك مسؤوليات عندك إهتمامات كبيرة اليوم ممكن تكون على ارتباط مهم فما بيجوز الفشل اليوم ممكن تظهر بعض المصاريف المنزلية اللي بتيجي بسبب إما مشتريات أو دفعات أو تصليحات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة طبعا بيكون لكم اليوم نوع من أنواع التعامل مع أخ مع جار وبرضو بتتمتع بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف يعني طاقتك عالية جدا اليوم حاول أنك تسمع صوتك وبدعوك برضو لتنظيم جدول أعمالك تفاديا للإهمال أو التقصير لأنه اليوم من كثر ما عندك اتصالات ونشاط وحركة ممكن أنك تسهو عن بعض الأمور أو ممكن أنك تتعرض لبعض الأمور اللي عليها علامة استفهام يعني بدك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة وأثناء حركتك ممكن أنك تتعرض لبعض الإصابات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر